اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنًا تقديم الأستاذ عمر بن عربية بسم الله الرحمن الرحيم المحمود الله جل جلاله وأهل الثناء والصلاة والتسليم محمد وآله وبعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته أخرج الإمام أبو داود في سننه في كتاب القضاء عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه أي الطرف الخاسر في القضية فقال لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل سادة الكرام كثير منا إذا ضاقت به السبل جرى على لسانه هذا الذكر فقال حسبي الله ونعم الوكيل وهو ذكر وارد في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء جرى على ألسنة أولي العزم من الرسل فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ويفيد هذا الذكر أن المتكلم به يحتمي بالله تعالى ويجعله وكيلا في الأمر العظيم الذي عجز عنه ويكتفي بحمايته سبحانه حضرات المستمعين والمستمعات ذكر في الحديث الذي صدرنا به هذا اللقاء أن الرجل الذي خسر قضيته وغولب على أمره خرج من مجلس تقاضي قائلا حسب الله ونعم الوكيل في تعبير عن عدم رضاه بالحكم الصادر ضده ويبدو من تتبع بعض الروايات أن هذا الرجل كان عليه دين فأداه ولم يثبت ذلك الأداء ببينة فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتسديد الدين من جديد حسب ما يفيده ملف القضية من قرائن ظاهرة والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل بما يدل على أن ما صدر منه وإن كان ذكرا عظيما لا طائل تحته إذا لم يكن ناشئا عن عجز سبقه اجتهاد وأخذ بالأسباب فالله تعالى لا يرضى بالعجز ويلوم على التقصير والتهاون في الأمور ويطلب الكيس وهو الاحتياط والحزم في الأخذ بالأسباب وحسن التفكير في تجاوز العوائق وبذل الجهد في تحصيل الحقوق وهو التيقظ في الأمور والابتداء إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب واستعمال الفكر في العاقبة يعني كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك وتوثق سدادك للدين ببينة كالإشهاد فإذا غلبك الخصم قل حسبي الله ونعم الوكيل وأما ذكر حسبي الله ونعم الوكيل بلا تيقظ كما فعلت فهو من الضعف فلا ينبغي ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز الناشئ عن ترك الأخذ بالأسباب فعن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني ولعلكم تلاحظون حضرات المستمعين والمستمعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينوه بأبي أمامة لكونه ملازما للمسجد في غير وقت الصلاة واستفهامه عن سبب ذلك مؤذن بأن الأصل خلافه فشأن أن المسلم في غير وقت الصلاة مطالب بأن يكون ساعيا في طلب معيشته من خلال الجد والمثابرة في العمل وقد قال تعالى في شأن صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا يظن أن أحدكم أن مجرد التلفظ بالدعاء المذكور لأبي أمامة كفيل بأن يقضي عن المرئدينه ذلك أنك لو تأملت هذا الدعاء لعلمت أنه راجع إلى الاحتماء بالله تعالى من جملة من الشرور على رأسها العجز والكسل ومقتضى إجابة الله تعالى هذا الدعاء أن لا يكون الداعي عاجزا كسولا خاملا مغلوبا على أمره وهو ما يجعله على نقيض ذلك من الهمة والسعي والاجتهاد والمثابرة في الأخذ بالأسباب وكونه متصفا بهذه الخصال الحميدة يجعله قادرا على سداد دينه وتجاوز محنته ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياق نفسه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وفي هذا الحديث ما يفسر الحديث السابق ويبرز السبب الموجب لاعتبار العجز شرا حريا بأن يحتمى بالله منه وهو كونه أمارة ضعف وهوان والاتصاف بالضعف ليس من شيم خيار المؤمنين اللهم إن نسألك علو الهمة في العمل ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقولوا للكون وقول للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنا